موسيقى بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم أيها الأحباب في هذه الحلقة الجديدة من برنامج في أروقة رمضان وموعدنا اليوم مع حادثة خطيرة في تاريخنا الإسلامي حادثة ارتكبتها فرقة مجرمة خطيرة أيضا ضد شخصية عظيمة وخطيرة في زمنه في مثل هذا اليوم عشر رمضان من عام 485 هجرية كانت حدثة اغتيال الوزير السلجوقي الأشهر والأكبر نظام الملك الطوسي طبعا نظام الملك يذكر فيذكر أنه الرجل الذي أسس المدارس النظامية الشهيرة طبعا هذه المدارس النظامية التي تألق في سمائها ثلة من أعلام العلماء الكبار إمام الحرمين أبو المعالي الجويني وحجة الإسلام أبو حامد الغزالي أبو إسحاق الشيرازي اغتيال نظام الملك الطوسي كان حادثة خطيرة لأنه تزامن مقتله أيضا مع وفاة السلطان السلجوقي ملك شاه بن ألب أرسلان فإذا بالدولة السلجوقية العظيمة تبدأ فجأة رحلة الانحدار وهي ما تزال في أوج شبابها أما من هؤلاء الذين اغتالوه فهذا أمر تعالوا نراه في هذه القصة التي نحكيها من بدايتها سنقسم الأمر إلى مشهدين الأول مشهد في الدولة السلجوقية ثم مشهد هذه الحركة الخطيرة طيب الدولة السلجوقية هي أحد الدول التي تأسست على أنقاض الغزنويين الغزنويين طبعا من الدول الإسلامية الكبيرة صاحبها أو مؤسسها محمود بن السبكتكين الغزنوي رجل فاتح عرف يعني يسميه بعض المؤرخين بعمر بن الخطاب الثاني معروف بفتح الهند مقره في مدينة غزنة التي هي موجودة الآن في أفغانستان المهم هذه الدولة السلجوقية ورثت الدولة الغزنوية وهذا الوزير نظام الملك الطوسي هو ممن يذكر بالوزراء العظام يعني مثل البرامكة مثلا في زمن العباسين الأقوياء يعني يحيى بن خلد البرمكي وابنيه الفضل بن يحيى وجعفر بن يحيى يذكر بالمنصور بن أبي عامر في الأندلس وهذا المنصور إن شاء الله سنأتي إليه في حلقة قادمة من هذا البرنامج فالمهم نظام الملك الطوسي هو فارسي وهو من أولئك الفرس الذين حملوا راية الإسلام وبلغوا بها المراتب الرفيعة وتربى منذ طفولاته تربية إسلامية متميزة حفظ القرآن وهو في العاشرة تقريبا تعلم الحديث والفقه وتعلم طبعا الفقه على المذب الشافعي كان سائدا في هذه الأنحاء في ذلك الوقت والأداب والشار وحتى أنه كان يتمسك بعلم الحديث ورواية الحديث ويقول عن نفسه أنه أعلم أني لست أهلا لذلك يعني لرواية الحديث ولكني أريد أن أربط نفسي في قطار النقلة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تدبير الله له لنظام الملك أنه اتصل في مطلع شبابه بوالي بلخ بلخ طبعا مديلة الآن في شمال أفغانستان هذا الوالي كان اسمه ابن شاثان وهذا الوالي كان منحة وكان محنة في نفس الوقت لأنه كان منحة لأنه كان طريق نظام الملك إلى أروقة السلطة وإلى عمل الحكومة ومع ذلك كان محنة في أنه كان يعاقبه بالمصادرات يعني كان لا يعني نستطيع أن نقول لا يعطيه حقه أو كان كل شوية يعني يصادره فهذا اضطر نظام الملك الطوصي إلى أن يغادره ويهرب منه فاتصل بعد ذلك بداود ابن ميكايل مين داود ابن ميكايل؟ داود ابن ميكايل هذا كان طريق نظام الملك إلى ذروة المجد لماذا؟ داود هذا هو والد ألب أرسلان طيب ألب أرسلان هذا سيصير السلطان الثاني في الدولة السلجوقية لأن مؤسس الدولة السلجوقية طغر البك لم يكن له ولد فلما مات طغر البك اجتمعت الكلمة على ابن أخيه اللي هو ألب أرسلان وهذا ألب أرسلان هو السلطان الأقوى في الدولة السلجوقية هو السلطان الثاني بعد مؤسسها وهو السلطان الأقوى وهو صاحب النصر الكبير الفخم الذي غير مصائر الدول اللي هو معركة ملاذ كرد طبعا لا يتسعي الوقت الآن للحديث عن ملاذ كرد لكن يعني يكفي أن نعرف أن المؤرخين كانوا يسمونها اليرموك الثانية لأن هذه المعركة قضت على الوجود الرومي في الأناضول وفي أسيا الصغرى وجعلت هذه الديار ديارا للمسلمين وكانت هذه المرحلة الثانية بعد اليرموك الأولى يعني اليرموك الأولى أزلت الوجود الرومي من الشام اليرموك الثانية اللي هي ملاذ كرد أزلت الوجود الرومي من أسيا الصغرى والمرحلة الثالثة التي مهدت لفتح القسطنطينية حكم يعني ألب أرسلان كان يحكم الدولة السلجوقية كانت تتمدد فوق مساحة ضخمة من بلاد ما وراء النهر اللي هي وسط آسيا الآن وحتى بلاد الشام وزيره كان نظام الملك نتوقف هنا عند مشهد الدولة السلجوقية الكبيرة وتعالوا نفتح الآن مشهد آخر وهو مشهد الأفكار الباطنية الهدامة إن شاء الله في حلقة قادمة سنتكلم عن الأفكار الباطنية بشكل أكثر تفصيلا لما نأتي إلى موت زعيم القرامطة أبو طاهر الجنابي وهو أيضا الحمد لله مات في رمضان يعني كان موتوها من نعم الله على المسلمين في رمضان لكن بشكل عام الآن لكي نفهم الأفكار الباطنية يجب أن نقول شوف بعض أهل الضلالة تلمسوا لضلالهم وزندقتهم طريقة تجعلهم يعني مسلمين ظاهريا لكنهم يفسرونه تفسيرا باطنيا هؤلاء وجدوا في الغلو في آل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي آئمتهم ستارا لهذه الزندقة التي ينطون عليها فالجانب الأساسي فيهم أنهم يزعمون أن للدين علما باطنيا يعني علم خفي مستور لا يعلمه إلا الله والله لم يعلمه إلا لهؤلاء الآئمة من آل البيت وإن الدين الذي يعرفه الناس ده مجرد يعني قشور وتفسير ظاهري ومن هنا يبدأ بناء هيكل فكري كبير ويعني بناء ضخم لمذهب خلاصته أن أئمة آل البيت وحدهم هم من يعرفون هذا الدين وهم أيضا لا يعلمونه إلا للصادقين من أتباعهم وأحبابهم وطبعا أتباعهم وأحبابهم هؤلاء سرعا ما يندرجوا في تنظيم دقيق لكي ينصرونهم ويحاربون من يبغضهم وطبعا هؤلاء الذين يبغضونهم هم أهل السنة في كل عصر يعني هم الأمويين أحيانا أو العباسيين أو العثمانيين وهكذا طيب من ضمن ما أخرجته هذه الأفكار التنظيم الذي أقام الدولة العبيدية الفاطمية هذه الدولة العبيدية الفاطمية غلب عليها المذهب الإسماعيلي وطبعا بلغ ذروة قوته لما تأسست هذه الدولة العبيدية وفيما بعد صارت هذه الدولة ترعى التنظيمات الباطنية في أراضي الدولة العباسية وتدعمها لكي تحاول إزالتها يعني طبيعي يحاصل التنافس المذهبي هنا من أخطر هذه التنظيمات التي دعمتها الدولة العبيدية هو تنظيم الحسن بن صباح هذا التنظيم كان مركزه في قلعة اسمها قلعة ألموت وكان الحسن بن صباح بالفعل يعني زعيم قوي وموهوب وموفور الطاعة واتخذ مكانه في هذه القلعة المنيعة التي لم يستطع أحد أبدا إزالتها ولا إنهاء التهديد الإسماعيلي فيها لم يستطع هذا إلا جيش التتار يعني القلعة دي ظلت مركز للحركة الباطنية لمدة قرنين من الزمن طيب هذه الحركات الحركة الباطنية تحولت فيما بعد إلى ما يشبه الفرق المسلحة وكانت تدرب أعضائها على عمليات الاغتيال وانتشرت في منطقة فارس وحتى انتشرت في الشام في زمن الحروب الصليبية فيما بعد وطبعا لم تكن دائما حركات عقدية بل تحولت إلى مرتزقة لأنها حتى دخلت على خطوط الصراع الإسلامي يعني دخلت على خطوط الصراع الإسلامي الصليبي واستطاعت في كثير من الأحيان اغتيال زعماء الجهاد الإسلامي لحساب الصليبيين في الشام يعني هم من اغتالوا نجم الدين أيلغازي وهم من اغتالوا عماد الدين زانكي في رواية من رواية التاريخ وحاولوا مرتين على الأقل اغتيال صلاح الدين الأيوبي وأحيانا حتى هؤلاء الحشيشة أو الإسماعيلية الحشاشين دخلوا على خط الصراعات الإسلامية الداخلية أو حتى الصراعات الصليبية الداخلية يعني بعض الأمراء المسلمين كانوا يستغلوهم لاغتيال أمراء آخرين وحتى بعض الأمراء الصليبيين أيضا كانوا يستغلوهم لاغتيال أمراء آخرين وهكذا الذي يهمنا الآن أن هؤلاء الوزراء والقادة والمسلمين المجاهدين الذين اغتالوهم أول واحد فيهم وأبرز واحد فيهم كان هو صاحبنا ووزيرنا نظام الملك الطوسي طيب إذن لدينا دولة سلجوقية ناهضة ولدينا حركات باطنية تدعمها الدولة العبيدية الفاطمية كيف سيتفاعل هذان المشهدان هذا ما نراه إن شاء الله بعد هذا الفاصل بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله إذن لدينا مشهدان مشهد دولة سلجوقية ناهضة تستولي على الجناح الشرقي من الدولة الإسلامية ودولة عبيدية مبنية على الأفكار الباطنية وتدعم الحركات الباطنية المسلحة والتنظيمات الباطنية في أراضي الدولة العباسية كيف تفعل هذان المشهدان؟ الأول يجب أن نعرف أن الإنجاز الأهم للدولة السلجوقية حتى الآن يعني حتى اللحظة التي نتكلم فيها هو قضاؤها على الدولة البويهية في فارس العراق هذه الدولة هيمنت على الخلافة العباسية وفي عهدها حتى بدأت الفتن المذهبية في العراق وبدأ اختراع المواسم الطائفية وطبعا استهانوا بالخلافاء حتى أن الخليفة العباسي استنجد بطغر البك اللي هو مؤسس الدولة السلجوقية وصاحبها فجاءت جيوشه ودخلت بغداد في رمضان سنة 447 للهجرة وأزال الدولة البويهية الدولة العباسية كادت تحتضر مع التمدد الذي مثلته الدولة العبيدية الفاطمية لأنها استولت على الشام واستولت على الحجاز وكادت تستولي على بغداد نفسها لتزيل الخلافة العباسية تماما يعني في قائد تركي استماله العبيديون الفاطميون وأثر فتنة خطيرة مشهورة في التاريخ باسمه فتنة البساسيري فهنا اندلعت المواجهة بين الدولة السلجوقية الكبيرة الناهضة وبين الدولة العبيدية الكبيرة أيضا وبلغ خط الاحتكاك في منطقة الشام فالشام أحيانا كان تابعا للفاطميين وأحيانا كان تابعا للسلاجقة وأحيانا كانوا يقتسمونه شماله تحت حكم السلاجقة وجنوبه تحت حكم العبيديين هذا قبل أن تأتي الحملات الصليبية التي لو تتذكرون شرحنا مجزا لها في الحلقة الرابعة فيمكنكم أن تعودوا إليها فهنا نجد أن الدولة السلجوقية لها جهات ضخمة على جبهتين جبهة الروم وأبرزها طبعا منذ كرد وجبهة الدولة العبيدية وبالتالي كانت تجاهد من يتبع لها لها الحركات الباطنية المدعومة من الدولة العبيدية ومن أخطر هذه الحركات كما ذكرنا حركة الحسن بن صباح وهو زعيم الإسماعيلية اللي هم عرفوا أيضا باسم الحشاشين هنا سيبرز اسم الوزير الكبير نظام الملك الطوسي لماذا؟ لأنه خاض الجهاد مع هذه التنظيمات خاضه بالقلم وبالسيف هو لعلمه وقوته كان أخطر الشخصيات التي تعاني منها هذه الحركات الباطنية وتستهدفها نظام الملك عاش وزيرا معها السلطان ألب أرسلان لعشر سنين ولما قتل السلطان ألب أرسلان سنة 465 للهجرة كان لما قتل السلطان ألب أرسلان كان لا يزال في الأربعين من عمره بالمناسبة يعني لم يكن كبيرا فلذلك لما قال الملك لابنه السلطان محمد ملك شاه فنظام الملك كان وزيرا أيضا مع ابنه وفاقض نظام الملك قضى وزيرا مع ألب أرسلان عشر سنين ومع ابنه ملك شاه عشرين سنة يعني صار وزيرا ثلاثين سنة ولما لأنه طبعا ملك شاه تولى الحكم صغيرا كان ما يزال فيه يعني كان عمر 18 سنة في ذلك الوقت لكن نظام الملك كان حوالي 57 سنة في ذلك الوقت فلذلك النظام الملك هو الوصي على هذا السلطان الصغير وتعرض هذا السلطان في أول حياته للعديد من المشكلات والمؤامرات الداخلية ما كان له أن يستطيع حلها لو لا وجود الوزير القوي نظام الملك إلى جواره فنظام الملك عمليا لم يكن مجرد وزير للأب بل إليه يرجع الفضل في الحفاظ على هذه السلطنة لمحمد ملك شاه ضد الذين حاولوا حتى الانقلاب عليه من أمراء البيت السلجوقي وهذا يعني يجعلنا نفهم طبيعة العلاقة بين نظام الملك وبين ملك شاه طيب بالمناسبة حتى أن ملك شاه كان يخاطب نظام الملك بقوله أتابك أتابك معناها الحرفي في الترجمة يعني من التركية معناها الأمير الوالد في هذه السلاسين سنة التي كان فيها نظام الملك وزيرا أنشأ أهم ما أنشأ سلسلة المدارس النظامية سلسلة من المدارس منتشرة في مناطق العراق وفارس وخراسان وأنفق عليها من الأموال ما جعلها قوية مزدهرة وتجدذب إليها عقول الطلاب والنابغين وجعلها معاقل لنشر السنة ومكافحة الأفكار الباطلة ومن بينها الأفكار الباطنية ودرس في هذه المدارس كبار العلماء ذكرنا منهم أبو إسحاق الشيرازي وأبو المعالي الجويني إمام الحرمين الفقير الشافعي كل هؤلاء شافعية بالمناسبة لأنه مذهب نظام الملك كان شافعي فأبو إسحاق الشيرازي وأبو المعالي الجويني وأبو حامد الغزالي حجة الإسلام كلهم شافعية وحتى حاشية الوزير كانت زاخرة بالعلماء ونحن حين نقرأ كتب العلماء المعاصرين في ذلك الوقت نرى كيف كان تقديرهم لنظام الملك وكيف كان ثناؤهم عليه وإن هذا الرجل كانت أيامه من نعم الله تبارك وتعالى على المسلمين وهو نفسه نظام الملك كان يحب رعاية أهل العلم والدين وكان يرعى كذلك حتى أهل العبادة والزهد وأنفق الأموال الطائلة يعني حتى المصادر تختلف في حجم الأموال الطائلة التي أنفقها لإقامة هذه المدارس وإقامة الزوايا والتكايا التي تزخر بأهل الدين حتى أن بعض الناس حاولوا السعي في الوقاعة بين الوزير ونظام الملك وبين السلطان محمد ملك شاه يعني يقولون له لو أنفق هذه الأموال على الجيش لكننا الآن فتحنا القسطنطينية واشتهر أيضا رد الوزير نظام الملك على هذا برسالة يقول فيها للسلطان ثم إنك لم تنفق على الجيوش المحاربة أضعاف هذا المال مع أن أقواهم وأرساهم لا تبلغ رميته ميلاً ولا يضرب سيفه إلا ما قرب منه يعني هو عايز يقول له إيه؟ عايز يقول له إنه هذا الجيش الذي تريد أن أنفق عليه المال هذا الجيش في الآخر اللي ماسك سيف ده يمسك سيفاً قدره مثلاً ذراعين طوله ذراعي أو يرمي سهماً قدره مثلاً ثلاثين زراعاً لكنني من خلال رعاية أهل العلم والدين أقمت لك بهذا المال جيشاً يسمى جيش الليل قام بالدعاء إذ نامت جيوشك فمدوا إلى الله أكفهم وأرسلوا دموعهم فتصلوا من دعائهم سهام على العرش لا يحجبها شيء عن الله فأنت وجيوشك في خفارتهم تعيشون وبدعائهم تثبتون وببركاتهم ترزقون وتورد الرواية أن السلطان محمد مالك شاه لما قرأ هذه الرسالة قال له استكثر من هذا الجيش بالمناسبة لوزير نظام الملك أيضاً له كتاب في السياسة الشرعية هو ألفه بالفرسية ولذلك اسمه سياسة نامة ترجم إلى العربية بعنوان سير الملوك ومن قرأ هذا الكتاب يفهم منه طبيعة التفكير السياسي والإداري لنظام الملك بالتالي هذا الوزير القوي المقاتل المحارب ذو الخبرة الذي أنشأ المدارس النظامية التي تحارب الأفكار الباطلة اشتدت الحرب بينه وبين الحسن بن صباح زعيم تنظيم الحشاشين هذا ينشئ المدارس ويوجه السراية وهذا يتحصن بالقلاع المنيعة ويحاول أيضاً أن يستكثر من الأتباع وبالمناسبة يعني لابد أن نعرف أن الحسن بن صباح كان شخصية قوية يعني كان من رؤوس أهل الضلال واستطاع أن يحوز من طاعة أتباعه وتفانيهم ما هو مضرب الأمثال يعني إلى الحد الذي يروى عنه أنه لما أرسل إليه السلطان ملك شاه يدعوه للتوبة أوقف الحسن بن صباح سفير السلطان أمامه وقال له يعني وقال لأصحابه إني أريد أن أرسل رسولاً مع هذا ثم قال لبعض أتباعي أن تقوم اقتل نفسك فقتل نفسه أخرج سكيناً قتل نفسه قال الآخر أن تقوم ألقي نفسك من هذه القلعة فألقي نفسه من شاهق فقال للرجل هذا حد طاعتهم لي يعني هذا طبعاً نوع من التهديد الخطير جداً أنه السفير حين يجد زعيماً محصناً في قلعة أتباعه يطيعونه إلى هذا الحد حد أن يقتلوا أنفسهم هذا كان تهديد خاطر جداً فبالتالي هذه الشخصية القوية شخصة حسن بن صباح وهذه الطاعة وكذلك هذا الوزير القوي الذي جمع بين العلم والسيف لم يكن من سبيل سوى أن يتخلص أحدهما من الآخر ولذلك أرسل الحسن بن صباح من نستطيع أن نقول عليه بمصطلح العصر واحد انتحاري دخل على وليمة لنظام الملك وكانت هذه الوليمة حافلة بالعلماء والفقهاء طبعاً كان في شهر رمضان وكان في وقت الإفطار وكان هذا المكان قريباً من نهاوند نهاوند يعني مدينة معروفة في فارس طبعاً في شمال إيران الآن لكن نهوند هذه هي المعركة التي لما فتحها المسلمون بقيادة النعمان بن مقرن المزني في عصر سيدنا عمر بن الخطاب أطلقوا عليها فتح الفتوح لأنها كانت القضاء الأخير على الدولة الفارسية وعلى الجيش الفارسي فأخذ العلماء ومعهم نظام الملك يتذاكرون أخبار هذا الفتح ولما ذهب نظام الملك يقوم فتقدم إليه هذا الفتى الانتحاري الذي أرسل حسن بن صباح فتقدم إليه كأنه مستغيث أو يطلب حاجة أو يشكو من مظلمة فوقف له نظام الملك فما هو إلا أن انقض عليه بالطعنات القاتلة حتى استطاع بالفعل أن يقتله وطبعاً استطاعت حراسة نظام الملك أن تقتل هذا القتل في ذلك الوقت كان نظام الملك في السابعة والسبعين من عمره وكان اغتياله في هذا اليوم وهو عشر رمضان سنة 485 للهجرة وكان بهذا أول مجاهد مسلم كبير يقتل على يد التنظيم الباطني للإسماعيلية الحشاشي الإمام بن عقيل يصف نظام الملك بقوله بهرت العقول سيرة النظام جوداً وكرماً وعدلاً وإحياء لمعالم الدين كانت أيامه دولة أهل العلم ثم ختم له بالقتل وهو مار إلى الحج في رمضان فمات ملكاً في الدنيا ملكاً في الآخرة رحمه الله ومن أشهر ما رثي به نظام الملك قول الشاعر مقاتل كان يقول كان الوزير نظام الملك لؤلؤة يتيمة صاغها الرحمن من شرف كلمة يتيمة عند العرب في هذا الموطن معناها الفرادة يعني اللؤلؤة اليتيمة هي اللؤلؤة الفريدة هي اللؤلؤة التي لا نظر لها فهو يقول كان الوزير نظام الملك لؤلؤة يتيمة صاغها الرحمن من شرف عزت يعني ندرت عزت فلم تعرف الأيام قيمتها فردها غيرة منه إلى الصدف يعني أن الله تبارك وتعالى استرجعها مرة أخرى لما رأى أن الناس لا تقدره الدولة السلجوقية بموت نظام الملك تعرضت لضربة قاسية ليس فقط لأنه وزيرها الكبير ولكن لأنه حتى السلطان محمد ملك شاه توفي بعد شهر واحد من قتل نظام الملك فسلطان ملك شاه توفي طبعا قلت نظام الملك توفيه عنده سوعة سبعين سنة لكن ملك شاه محمد ملك شاه توفيه عنده 38 سنة فقط فالدولة السلجوقية الكبيرة تلقت ضربتين في شهر واحد تقريبا ومن هنا بدأت هذه الدولة السلجوقية الكبيرة الموحدة التي تتمدد ما بين الشام وبلاد ما وراء النهر ووسط أسيا الصغرى بدأت تأخذها الصراعات وبدأت تنقسم إلى عدد من الدول سلاجقة الشام و سلاجقة الروم و سلاجقة فارس فنستطيع أن نقول أنه كما مات سلطانها محمد ملك شاه و هو في ريعان شبابه بدأت هذه الدولة السلجوقية هي أيضا في ريعان شبابها تأخذ طريقها نحو الانحضار بهذه النهاية المفاجئة لقائدها القويين و هو ما مهد فيما بعد لهذه العاصفة الجديدة وهي عاصفة الحملات الصليبية يعني طبعا النظر في التاريخ نقول لو أنه كانت الدولة السلجوقية ما تزال متوحدة لكان يصعب جدا أن يتتمكن الحملات الصليبية من السيطرة على الشام لأنها بالفعل لم تتمكن من السيطرة على الشام إلا بالانقسامات والخيانات التي كانت بين أمراء الدولة السلجوقية وبعض أمراء الشام في ذلك الوقت فهذه الاغتيالات التي قام بها هؤلاء المرتزقة الحشاشون الباطنية المجرمون كان لها أثر ضخم على مسيرة التاريخ الإسلامي كله نسأل الله تبارك وتعالى أن يرحم نظام الملك و نسأله تبارك وتعالى أن يأجرنا على مصيبتنا أن يخلف لنا خيرا منها و نسأله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا و أن ينفعنا بما علمنا و أن يزيدنا علما و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة